المحاضرة الرابعة قشرة كذر استيرويدات القشرانية بالمحاضرة الماضية حكينا عن استيرويدات القشرانية التصنيعية والخواص الفيزيولوجية للقشرانية السكرية اليوم لح نحكي عن استعمالات العلاجية للستيرويدات القشرانية الشق الأول من استعماله هو تشخيص ومعالجة اضطرابات وظائف الكذر يعني فيما يتعلق بوظائف الكذر ونبدأ بقصور قشر الكذر قصور قشر الكذر له شكلين القصور المزمن او دا اديسون يعني قشر الكذر عاجزة عن افراز القشرانيان الطبيعية يوميا الكورتيزول والالدستيرون وهدول مهمين لذلك من اعراض قصور قشر الكذر المزمن الضعف التعب فقدان الوزن هبوط الضغط وعدم القدرة على تثبيت مستويات سكر الدم خلال فترة صيام بشكل خاص عند هؤلاء الاشخاص اي تنبيه محدث بوسطة الرد او حالة التهابية لحيبين فعلا قصور قشر الكذر هون ويعطي اعراض مثل قصور قشر حاذ مع صدمة دورانية وقد تحدث الوفاة بهالحالة هاي في قصور الكذر الاولي فانا بحاجة الى معاوض خارجي عن الكورتزول المفقود في جسمه فبعطي هيدرو كورتزون بكميات عشرين لثلاثين ميلي جرام يوميا طبعا مع ضرورة زيادة الجرعة خلال فترات الشدة الهيدرو كورتزون يكفي احيانا للمعاوضة لانه بيملك بعض الفعالية الملحية بس غالبا يجب ان يضاف مقادير مناسبة من الهرمونات الحابسة للاملاح مثل فلودرو كورتزون اذا نخط العلاج الرئيسي هو الهيدرو كورتزون ويمكن ان يضاف اليه فلودرو كورتزون اما القشرانيات السكرية الذات الفعل الطويل والقوي اللي شفناها الديكساميتازون والخالية من الخاصية الملحية لا ينبغي تقديمها لهؤلاء المرضى في عندي ايضا قصور قشر الكذر الحاد وهو حالة طارئة وقوية من قصور قشر الكذر هون المعالجة يجب ان تبتدأ فورا والمعالجة بتكون بكميات كبيرة من الهيدرو كورتزون المقدم لاحشويا بالاضافة الى تصحيح خلال السوائل والكهراليات فيقدم الهيدرو كورتزون بجرعات تبلغ 100 ميلي جرام وريديا كل 8 ساعات حتى يتم تثبيت وضع المريض بعدين تنقص الجرع تدريجيا للوصول الى جرع سابته خلال 5 تيام نجي لمتلازمة كوشنج خلصنا من فرط التنسج الخلقي نجي لمتلازمة كوشنج وهي عادة تضخم نسيجي للغدة الكذرية يكون تاليا لتضخم ورمي افرازه للـ LCTH في النخامة وهذا ما يدعى بداء كوشنج احيانا بيكون اسباب اخرى بسبب ورم او تضخم نسيجي للغدة الكذرية او افراز منتبه الزهرمون LCTH تحدثه بعض الاورام الاخرى انا بالنهاية لي بهمني انكتر شي انه في عندي فرط في الاستيرويدات القشرانية في الجسم يعني كميات خائضة من الاستيرويدات القشرانية في الجسم تؤدي الى اعراض ومظاهر مثل الوجه المدور والبدانة في منطقة الجزع كما تبدو مظاهر فقدان البروتين التي تشمل نقص الكتلة العضلية ترقق الجلد وسهولة حدوث الكدمات ضع الشفاء الجروح وهشاشة العظام كما تتضمن الاضطرابات الاخرى اضطرابات عقلية فرض ضغط الدم والداء السكري خليني شوش انماط وتلازمة كوشنج الحالة الاولى انا شو عندي تضخم نسيجي للغدة الكذرية وهذا التضخم طبعا حدث نتيجة تضخم بدئي اولي في النخامة فأفرزت كميات كبيرة من الارسي تي ايش هذا الارسي تي ايش تسبب تضخم نسيجي للغدة الكذرية وسبب فرط انتاج القشرانيات السكرية منها هاي الحالة الاولى اللي يمسميها داء كوشنج فعند المريض بيكون في ايرسي تي ايش مرتفع والكورتيزول مرتفع والكورتيزول مرتفع ما له تلقي مسل بيراجع على النخامة لانه النخامة ورمية الحالة التانية افراز منتبذ للارسي تي ايش خلايا سرطانية رئوية بعيدة عن النخامة لكن اصبحت بسبب الورم مفرزة للارسي تي ايش وبالتالي لحيروح الارسي تي ايش ويعمل تضخم للغدة الكذرية وايضا فرض افراز قشرانية سكرية ايضا سريريا الارسي تي ايش مرتفع والكورتيزول مرتفع اذا هاي الحالة التانية افراز منتبذ افراز منتبذ يعني بعيد عن النخامة لكن لحظوا الحالة الاولى والتانية معتمدة على الارسي تي ايش نجي للحالة التالتة الحالة التالتة ورم مستقر مستقل في قشر الكذر يعني ورم بدقي ومستقل في الغدة الكذرية يفرز الكورتيزول بكميات كبيرة ففي عندي فرض افراز القشرانيات السكرية النخامة السليمة الفرض في انتاج القشرانيات السكرية لحيعمل تلقيم سلبي راجع للنخامة ولحيطنخفض الاسي تي ايش لذلك الاسي تي ايش منخفض والكورتيزول مرتفع اما الحالة الرابعة وهي متلازمة كوشنغ الدوائية هون عندي تناول قشرانيات خارجية بكميات كبيرة احيانا ولفترة طويلة ولو كان لهدف علاجي لح تعمل هالقشرانيات الخارجية تلقيم سلبي راجع للنخامة لذلك ايضا الاسي تي ايش منخفض لذلك الحالة التالتة والرابعة معتمدة غير معتمدة على الاسي تي ايش اذا هاي الاربع انماط فيداء كوشنغ الاعراض اكتساب الوزن بدانة مركزية وجه قمري رقبة مكتنزة تغييرات في المزاج اكتئاب قابلية للاستثارة نفسية العصبية قصور مناسل ارتفاع سكر الدم ايضا وجود علامات فقدان البروتين التي تتضمن فقدان الكتلة العضلية ترقق وسهولة ظهور الكدمات الجلدية ضعف التئام الجروح وهشاشة العظام ظهور الداء السكري وارتفاع ضغط الدم المعالجة تتضمن هذه الاضطرابات الاذالة الجراحية للاورام المنتجة للاف سي تي ايش او المنتجة للكورتزول تشعيع الورم النخامي اذالة طبقة او اكثر من قشر الكذر وهذا المريض يجب ان يتلقى جرعات كبيرة من الكورتزول اثناء وبعد العمال الجراحي يجب اعطاء جرعات تصل حتى 300 ميلي جرام من الهيدرو كورتزول بالتسريب الوريدي في يوم الجراحة وهذه الجرعة يجب انقاص ببطء الى المستويات الطبيعية القابلة للتعويض حيث ان الايقاف المفاجئ يؤدي الى الاعراض الانسحابية التي تتضمن الحمى وآلام المفاصل واذا اضطرنا ان نستأصل الغد النخامية كاملة فالمعالجة السابتة مطلوبة الطويلة الامد يعطي دائما هيدرو كورتزول شبيهة بتلك المعتمدة في حالة قصور قشر الكذر المزمن في عندي اختبار تشخيصي لتحديد نمط متلازمة كوشنج حيث من المفيد احيانا تصبيط انتاج هرمونات الـ LCTH لتحديد مصدر هرمون محدد او تبيان ما اذا كان الافراز يتأثر بافراز الـ LCTH بالحالة من استعمال ديكساميتازون والاختبار اسمه ديكساميتازون سابريشن تيست في هذا الاختبار يجري اعطاء جرعة مفردة تبلغ 8 ميلي جرام في ساعة 11 مساء ليتم بعد قياس مستويات الكورتزول الساعة 8 صباحا في اليوم التالي طيب اذا كان المريض عنده النمط الاول اللي شفناه وهو داء كوشنج اللي هو ورم بدئي في النخامة ادى الى ورم تالي في قشر الكذر الدكساميتازون بالحقيقة لحيصبت افراز النخامة من الـ LCTH 50% وتاليا لحيصبت افراز قشر الكذر من الكورتزول 50% لحيصير عندي يعني 50% LCTH انخفاض 50% كورتزول انخفاض طيب عند المريض اللي ما صار عنده تصويت اذا ضل الـ LCTH مرتفع منات في عنده ورم منتبذ منتج للـ LCTH ورم منتبذ يعني ورم من خلايا رئوية سرطانية وهي ما بتعليش اسمه تلقين سلبي راجع لحيض الـ LCTH مرتفع والكورتزول مرتفع اما اذا عنده ورم في قشر الكذر نفسه ورم بدئي مستقل في قشر الكذر منتج للكورتزول فهو بالاصل نخامي عندهم صبطة عن افراز الـ LCTH فلحي ضل الحالة السريرية نفسه هذا اسمه الاختبار التشخيصي بالدكساميتازون ما زلنا في اضطرابات وظائف الكذر في عندي حالة اسمه مقاومة القشرانيات السكرية المعممة الاولية وهو اضطراب نادر جيني عائلي ويعزى الى عدم نضج جينات مستقبلات القشرانيات السكرية ويظهر فيه فرط نشاط لمحور البطاء النخامي الكذر وذلك في محاولة لتعويض الخلال يعني باختصار ما عندي مستقبلات الكورتزول والكورتزول يفرز ولكن ما يعطي تأثير هذا الشيء ينشط محور بطاء نخامي ويزداد افراز الكورتزول وركازاته مثل الكورتيكوستيرون ويداعش ديوكسي كورتيكوستيرون اللي الى فعالية معدنية وايضا تزداد افراز الاندروجينات وهذه الزيادة تؤدي الى ارتفاع الضغط مع او بدون قلونة بسبب هفوط البوتاسيوم وحالة من فرط الاندروجين تتمثل بظهور معالم الزكورة وبلوغ مبكر عند الاطفال وظهور حب الشباب شعرانية زائدة الصلع الزكوري المظهر والطرابات في الدورة الشهرية عند النساء سأرجع اشرح الحالة هون عندي افراز طبيعي بدئي للكورتيزول لكن لا يعطي تأثير لانه مستقبلاته غير ناضجة غير ناضجة بسبب خلال وراسي في جينات المستقبلات هذا يؤدي الى تنشيط محور وطاء نقامي ويؤدي الى زيادة في افراز الاسي تي اتش فيؤدي الى مستويات مرتفعة من الكورتيزول وركازاتهم كالكورتيكوستيرون وايداعش ديوكسي كورتيكوستيرون يلي الى فعالية معدنية وايضا زيادة في افراز الاندروجينات الكذرية فبتعطيني الاعراض اللي حكيت عنها بالرسايدة اللي قبله فهي هي الحالة السريرية لهالاضطراب الجيني النادر شنون بدي يعالجو؟ انا اصل المشكلة هي فرط نشاط محور وطاء نقامي فتعتمد المعالجة على تقديم جرعات كبيرة من القشرانيات التصنيعية مثل ديكساميتازون اللي ما له ايفعالية ملحية وتضبط الجرعة بحيث تحقق انتاج طبيعي من الكورتيزول وركازاته ومن الاندروجينات الكذرية ليش انا اعطيت ديكساميتازون حتى يعملي تصبيت لمحور وطاء نقامي هاي الحالة السريرية اللي حكينا عنا فانا بيجي بعطي ديكساميتازون بجرعات كبيرة لتصبيت المحور المذكور وبالتالي انتاج طبيعي من الكورتيزول وركازاته من الاندروجينات الكذرية في عندي ايضا فرط الالدستيرون وهي حالة اخرى من اضطرابات وظائف الكذر ممكن ان يكون فرط الالدستيرون عادة من زيادة انتاج الالدستيرون من ورم غدي في الكذر لكن قد ينتج من افراز غير طبيعي لغداد مصابة بفرط تنسج او ورام كبيسة اللي بيهمنا هو المظاهر السريرية ارتفاع ضغط ضعف تكزز او تشنج العضلات لانه بصير عندي فقدان بوتاسيوم الالدستيرون هربون يعيد انتصاص سوديوم ويقابل خروج بوتاسيوم فبصير عندي حالة ايضا هبوط بوتاسيوم الدم قلونة وارتفاع تراكيز السوديوم بالدم ممكن ان تنتج هذه المتلازمة نتيجة اضطرابات في التصنيع الكذري الحيوي والافراز الفائد لكل من ديوكسي كورتيكوستيرون كورتيكوستيرون واذعج هيدروكسي كورتيكوستيرون وجميع هذه المركبات لها فعالية معدنية ايضا يعاني المريض من نشاط منخفض نتيجة التصبيت للرينين والانجيوتنسين كيف بدأت حسن المريض والاعراض عند تقديم سبيرانولاكتون اللي هو استيرويد معاكر سلالدوستيرون يحجب مستقبلاته وممكن ادمن رغايات علاجية وتشخيصية اخر استعمال فيما يتعلق بالاضطرابات الكذرية هو تقديم القشرانيات واستخدامها لانضاج الريتين عند الجنين الكورتيكوستيرون يبدأ افرازه من المرحلة الجنينية عند الانسان من قشر الكذر ومن اهم ادواره في المرحلة الجنينية هو انضاج الريتين وعادة الاجنة عند الولادة يلي ما عندهم افراز كافي من الكورتيزول فالريتين غير ناضجتين فممكن يصير عندهم متلازمة الضائقة التنفسية فعلاج الام بالقشرانيات السكرية ينقص حدوث هذه المتلازمة نتيجة عدم نضج الريتين خاصة هاي تشوفها عند المولودين باكرا فانا وقت بدرك ان الولادة لح تتم قبل الاسبوع 34 من الحمل يعني المولود ما لح تكون رئتين ناضجتين عنده فانا بقدم جرعات من البتاميتازون عبر العضل ويتبعها جرعة اخرى خلال 24 ساعة تم اختيار بيتاميتازون لان البروتينات الرابطة في دوران الام والاستقلاب المشيمي لهذا الاستيرويد القشراني اقل من الكورتيزول مما يسمح بالزيادة نقل عبر المشيمي الى الجنين وقد اشارت دراسات سريرية ان التعرض للقشرانيات السكرية قبل الولادة ينقص معدل وفيات ويقلل حدوث الخلال في التطور العصبي هلأ منجي للشق التاني الرئيسي من استعمال استيرويدات القشرانية للاضطرابات اللي ما لعلاقة بالكذر يعني غير الكذرية وبالحقيقة هاي الاهم والشائعة اكثر ان المكافئات التصنيعية اللي درسناه بالمحاضرة رقم 3 للكورتيزول مفيدة في معالجة مجموعة واسعة من الامراض غير المرتبطة بأي من اضطرابات وظيفة الكذر اللي هلأ لحنشوفهم اهم خاصية خلاني استعمل قشرانيات في الاضطرابات غير الكذرية تأتي من خلال قدرتها على تصبيت الاستجابة المناعية والالتهابية وعلى تغيير وظائف الكريات البيضاء هذه الاستيرويدات مفيدة في الاضطرابات التي تكون فيها استجابة المضيف هي السبب للمظاهر الرئيسية للداء او المرض اما في الحالات التي تكون فيها الاستجابة المناعية والالتهابية مهمة في التحكم بالالية الامراضية فان المعالجة بالاستيرويدات القشرانية قد تكون خطيرة ولكن نحن اعتمدناها لمنع التخريب غير المحتمل القادم من الاستجابة الالتهابية برجاء بقول في عندي اضطرابات كثيرة تستعمل فيها القشرانيات نحن اخد اهمة تفاعلات تحسسية مثل الربو لسع النحل التهاب الجلد التماسي تفاعلات الدواء التحسسية مثلا بعض الاشخاص بتحسسوا للبنسلين فتظهر بعالم الحساسية مثل طفح جلدي او قد تكون خطيرة مثل الصدمة التأقية التهاب الانف الامراض المصية الناتجة عن نقل السيروم وزمة وعائية عصبية التي تحدث نتيجة بعض الادوية مثلا الشراء والطفح الجلدي اضطرابات الكولاجينية الوعائية مثل التهاب الشريانز والخلايا العملاقة بكفيون نعرف التهاب المصى الاروماتويدي امراض العين التهاب الملتحمة الارجي التهاب المشيمة التهاب العصب البصري الامراض الهضمية مثل داء الأمعاء الالتهابي اللي هو مرض مناعي بامتياز نخر كبيدي تحت الحاد في عندي ايضا اضطرابات دموية الجهاز المناعي احيانا يهاجم كريات الدم الحمراء مثل فقر الدم الانحلالي بالمناع الزاتية في عندي الالتهابات الجهازية مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في عندي الغسايان والاقياء مثلا جرعات كبيرة من مركب ديكساميتازون تنقص تأثيرات المحدثة للقيء والناتجة عن المعالجة الكيميائية والمخدرات العامة في عندي الامراض الصدرية مثل التهاب رئوي التنفسي الرب القصبي الوقاية من متلازمة دائقة التنفسية مع قبل الولادة اضطرابات كلوية مثل المتلازمة المرضية الكلوية اللي هي النفرونات تصبح ملتهبة نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي في عندي ايضا التهاب الجراب التهاب المفاصل في عندي الاضطرابات العصبية مثل وزمة دماغية تعطى للمريض جرعات كبيرة من الدكساميتازون عقب العمليات الدماغ لانقاس الوزمة الدماغية في الفترة ما بعد العملية الجراحية ايضا تصلب اللويحي المتعدد المرض المعروف اللي بيهاجم في الجهاز المناعي الجهاز العصبي وفي عمليات نقل الأعضاء لمنع ومعالجة الرفض المناعي امراض الجلد التهاب الجلد التتابي الحزاز البسيط المزمن الفطار الفطري الصدف التهاب الجلد الدهني ايضا امراض الغدد الدرقية عندما يهاجم جهاز المناعي الغدد الدرقية فبصير التهاب الدرقية تحت الحاد السيرويدات القشرانية في الواقع ليست شافية العملية المرضية يمكن ان تستمر فقط هو يعمل لي اخفاء للمظاهر والاعراض ذلك المعالجة طويلة الامد بهذه الأدوية يجب ان تجري بحذر كبير وفقط عندما تكون خطورة الحالة تستحق استعمال هذه الأدوية وبالشكل العام فان المحاولات يجب ان تبذل لابقاء الحالة المرضية تحت السيطرة باستعمال مشتق استيرويدي سكري متوسط مثل بريدنيزون او بريدنيزولون مع ابقاء الجرعة اقل ما يمكن وعندما تكون هناك حاجة للمعالجة طويلة الامد فمن المفيد الحصول على صور شعرية للصدر واختبار السل بخاف انه يصير بسبب التصبيت المناعي اصابة بداء السل الخطير لانه القشرانيات بسبب تصبيت المناعة تفعل الدرانات السلية ايضا لازم اخذ بعين الاعتبار وجود داء سكري القرحة الهضمية ترقوق العظام والاضطرابات النفسية بدي اخذها بعين الاعتبار ويجب تفحص عمل الجملة القلبية الوعائية ومن اهم استخدام القشرانيات هو معالجة رفض الاعضاء حيث تنقص تشكيل الاضاض للنسوج المزروعة السمية طبعا الفوائد تختلف من استعمال القشرانيات السكرية بشكل كبير واستعمالها يجب ان يقيم في كل حالة بدي ادرس المخاطر والفوائد منها ومعظم تأثيرات الضارة او غير المفيدة تكون نتيجة فعل الهرموني اللي لحي ادي اخيرا الى المظهر السريري لمتلازمة كوشينغ الدوائية لكن نحن منلاحظ ان معظم بروتوكولات استعمالها لفترة قصيرة اقل من اسبوعين غالبا سبعة او عشر ايام ذلك ما منشوف التأثيرات الجانبية الخطيرة وما منشوف متلازمة كوشينغ الدوائية لكن حتى بها الفترة الاصيرة وبجرعات متوسطة ممكن نشوف اعراض مثل الاراق التغيرات السلوكية الهوس الخفيف القرحة الهضمية الحادة ممكن نشوفها حتى خلال بضعة ايام لكن اذا كان المرضى بلشوا يتلقوا جرعات يومية من الهيدروكورتزون تبلغ 100 ميلي جرام او اكثر او ما يكافأها من القشرانيات التصنيعية ولفترة اطول من اسبوعين هون بلشت اتعرض لسلسلة من التغيرات الهرمونية التي ستتضح معالمها على الجسم فانا امام حالة متلازمة كوشينغ الدوائية طبعا المعدل تطورها الاعراض والفترة اللي بتطور فيها يعود الى الجرعات والى الخلفية الجينية للشخص ففي الوجه يصبح شكل الوجه قمري دائري لاكتنازه بالشحوم وبشكل مشابه فان الشحوم تميل لإعادة التوزع من الاطراف مثل ما انها الى الجزع وخلف الرقبة ويلاحظ نمول الشعر الدقيق الناعم على الوجه ومنطقة الفخزين وتظهر حبوب تشبه حب الشباب على الوجه ويلاحظ ايضا حدوث الارق وزيادة الشهية ومع ذلك ومع هذه الاضطرابات احيانا ما بقدر وقف المعالجة بعدين بتبلش عندي نتائج تقويد البروتينات وتحويل الحموض الامينية الى عملية تصنيع السكر ستزداد الحاجة الى الانثولين وينتج مع الزمن زيادة في الوزن وترسب الشحوم في الاحشاء وضعف العضلات وفقدان الكتلة العضلية ايضا ترقق الجلد مع ظهور كدمات وارتفاع سكر الدم واخيرا ترقق العظام والداء السكري وعملية التئام جروح تصبح ضعيفة في هذه الحالة فانا قدام مريض داء سكري صار عندي فبعالجه بالحمية والانثولين ايضا بحاجة المرضى بسبب تقويد البروتينات الى حمية عالية البروتين وغنية البوتاسيوم من التأثيرات الجانبية الخطيرة ايضا للقشرانيات السكرية هناك القرحة الهضمية وعواقبة ان المعالم السريرية للطرابات معينة وخاصة الاصابات الجرسومية والفطرية يمكن ان تقنع او تختفي ظاهريا بالقشرانيات ذلك من الاهمية فحص المريض بعناي لتجنب اي اصابة مخفية والضعف العضلي الشديد وارد اكثر في المريض المتلقي لستيرويد قشراني طويل الفعل او قوي هون فين يخفف من الاعراض احيانا بغير الدواء المشتق القشراني بنقص الجرعة وبزيد تناول البوتاسيوم والبروتين ايضا في تأثيرات جانبية الى علاقة باحتباس الاملاح القشرانيات مثل هيدروكورتيزون يلي الى بعض الصفات الحابثة للاملاح ستسبب احتباس صوديوم والسوائل وفقدان البوتاسيوم واحتباس صوديوم والسوائل حتى عند المرضى اللي عندهم وظائف القلبية الوعائية والكلوية الطبيعية لحيقدي الى حالة هبوط وتاسهم الدم وارتفاع ضغط الدم اما اذا كانوا المرضى مصابين بامراض قلبية ويعائية فمثل ما بنعرف اي درجة ولو صغيرة من احتباس الصوديوم ستقود الى الفشل القلبي فممكن خفف من هالتأثيرات باستعمال قشرانيات تصنيعية خالية من الفعل الحابس للماء والصوديوم بالاضافة الى حمي عن الصوديوم وتعويض مدروس البوتاسيوم من المشاكل ايضا شائعة تصبيت الكذري طبعا انا اعب بقدم سيروئذات قشرانية خارجية ولأكتر من اسبوعين فلح يصير تصبيت لمحور وطاء نخامة القشرانيات يجب ان يتم الامر ببطء وبالتدريج لحتى اعطي فرصة لمحور وطاء نخامة يرجع يشتغل احيانا يتطلب الامر فترة شهرين ل12 شهر حتى يعود محور الوطاء النخامة الى عمله الطبيعي المقبول ومستويات الكورتيزور الطبيعية قد يتطلب عودتها الى العمل الى مستويات الطبيعية فترة 6 ل9 شهر بالحقيقة هذا التصبيت المحدث بالقشرانيات الخارجية لا يععد مشكلة نخامية لانه حتى اتبعالج بالأر سي تي اش في عندي زمن طويل لازم لعودة الكذر الى الوظائف الطبيعية ايضا اذا تم انقاس الجرعة بشكل سريع في المرضى الخاضعين للمعالجة بالقشرانيات لغاية او حالة معينة فان اعراض الحالة قد تعود للظهور او تتفاقم شدته على اية حال فان المرضى الذين لديهم اضطراب ظاهر وكانوا يتلقون القشرانيات لاجله فانه من الممكن ان تظهر عليهم اعراض مع الهبوط السريع لمستوى القشرانيات وتتضمن هذه الاعراض طبعا وقتبائف القشرانيات فقدان الشهية الغسيان والاقياء فقدان الوزن الصداع الحمى الم المفاصل او العضلات وهبوط الضغط الانتصابي ورغم ان العديد من هذه الاعراض تعكس نقص القشرانيات السكرية الواضحة نتيجة تقديم خارجيا ونتيجة تصبيت قشر تقضر ثم ايقاف لكن من الممكن ان تحدث حتى هذه الاعراض حتى بوجود مستوىات كورتيزول طبيعية او مرتفعة ذلك يقترح الموضوع ظهور هذه الاعراض انه كان المريض معتمد على القشرانيات السكرية وطبعا المفهوم الاعتماد في علم الادوية هو ظهور اعراض انسحابية نتيجة وقف الدواء بعد استعماله الطويل احتياطات خاصة يجب على المرضى الذين يتلقون القشرانيات السكرية اجراء فحوص لمراقبة ظهور ارتفاع سكر الدم البيلة السكرية احتباس صوديوم والوزمة ارتفاع الضغط كله بدرائبه هبوط بوتاسيوم الدم القرحة الهضمية هشاشة العظام والالتهابات الجرسومية المخفية فبدرائب المريض هالمعالم هاي بدرائبه ودائما يجب الجرعة منخفضة قدر الامكان وضادات الاستطباب يجب عدم استعماله او استعماله بحذر شديد عند الاشخاص اللي عندهم قرحة هضمية امراض قلبية ويعائية ارتفاع ضغط الدموي انتانات معينة الزهان النفسي الداء السكري هشاشة العظام والغلوكوما اختيار المشتق المناسب والجرعة طبعا القشرانيات التصنيعية السكرية تختلف عن بعضها بالدرجة النسبية للتأثيرات المضادة للالتهاب الى التأثيرات الملحية وفترة التأثير والاشكال الجرعية المتوافرة وهذه العوامل يجب ان تؤخذ بالحسبان عند اختيار الدواء واستعماله ويجب على الطبيب ان يراعي شدة وخطورة اعراض المرض عند اختياره للمشتق ومقدار الزمن اللازم لاحداث تأثير العلاج المطلوب وفترة العلاج واقل مقدار ممكن من الجرعة يجب تقديمه الاشكال الجرعية الخاصة طبعا متوافرة باشكال صيدلانية متعددة في عندي مستحضرات موضعية المراهم والكريمات لامراض الجرد في عندي مستحضرات عينية لامراض العين في عندي مستحضرات حقنية داخل المفصل لامراض المفاصل ما في داعي اعطيهم جهازيا في هذه الامراض في عندي بحالات الربو متوافرة ايضا بحجرات استنشاقية جميع هذه الاشكال تعني تقديم وإيصال كميات كبيرة من القشرانيات الى الانسجة المصابة مباشرة دون تعريض ضائج جسل لتأثيراته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر